أهلا بكم من جديد قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن اللجنة الطبية المختصة بشؤون المعاشات هي الجهة الوحيدة المعنية بإثبات حالات العجز الكلي أو عدم اللياقة الصحية للمؤمن عليهم أو صفة العجز عن الكسب للمستحقين لغاية استحقاق المعاش من الهيئة وأوضحت الهيئة أن هناك عدة متطلبات يجب على المؤمن عليه والمستحقين استفائها قبل عرض طلبهم على اللجنة الطبية المختصة أهمها توفير تقرير طبي حديث من الطبيب المعالج في مستشفى حكومي ولللجنة الحق في أخذه أو لا حسب ما تراه هي من معطيات وبينت الهيئة أن الحالات والأمراض التي قد تعرض على اللجنة لإثبات حالة العجز تختلف في نوعها وفي درجتها ومن هذه الأمراض السرطان والعظام والحوادث والكسور وجراحة العصاب والعيون والأمراض النفسية وأمراض الدم والأمراض الباطنية وأمراض الروماتيزم والفشل الكلوي والصراع وغيرها ولفتت إلى أنه بمجرد إثبات حالة العجز أو عدم اللياقة الصحية للخدمة بقرار من اللجنة وإنهاء خدمته يصرف له المعاش من اليوم التالي لانتهاء الخدمة بغض النظر عن عمره ومدة خدمته المسجلة لدى الهيئة